على الحياة الفهم جعلنا واتنورنا زميلتنا نجلة خليفة هيني مرحبا بك نجلة مرحبا بيك نجلة مرحبا بيك نجلة مرحبا معاش تغيب نجلة ما عديش تغيب نجلة هكا سايبنيك المرة هيدين المرة جيرا وما سايبوكي تتطدقني حتس تروحي عندي شر مش جمع حتنتي خليت بلاسا دنك مرحبا بيك نجلة مرأة أخرى رحب بالفريق تقني العامل معنا اليوم محمد المخلوفي في الأخراج تقني زمينة سيف الدين بول عريس في ديجيتال زمينتنا أونس الهمامي في ستوندار معكم سايم حمدي مقدم الميكرو في غيكاب ميدي من توا حتى الماضي ساعة ونص نعطيكم أفنغو على أبرز المواضيع اللي مش نحكيه عليهم لليوم مش نحكيه على أزمة ملف الأفريقة المهاجرين الأفريقة ما زالت مستمرة بيان جديد يهبط في كل من رئيسة الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزارة الخارجية نحكيه على نقابات التربية وقراءتها لخطاب رئيسة الجمهورية الأخير في لقاءه مع وزير التربية بخصوص أزمة التعليم وقرارات حجب الأعداد والنقابات التربوية تتمسك بهذا القرار نحكيه على الاتصال الهيتي في الإجماع وزير الخارجية تونسي بنظيره السوري ونحكيه على العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية في زابينك عودة على أبرز التصريحات في مسيرة اتحاد الشغل أيضا في مسيرة جبات الله خلاص وكذلك فيما يتعلق بملف الشهائط المزورة وكالعادة عن مجموعة من الضيوف مش تكون ضيفتنا سيدة ليلى حديد وعضو المكتب السياسي لحركة الشعب في قراءة لآخر المستجدات كذلك سيد وسيم حمدي عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي للتعليق على كل هذه المستجدات البداية تكون كالعادة بألا باج في ألا باج نجلة نبدأ بملف المهاجرين الأفريقى والبيان اللي سدر البارح على ثلاثة صفحات رسمية رئيس الجمهورية رئيس الحكومة ووزارة الخارجية البيان جا فيه تعبر تونس عن استغرابها من هذه الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس وترفض هذا الاتهام للدولة التونسية وهي من مؤسي منظمة الوحدة الافريقية التي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الافريقي والتي سندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في افريقيا وجاء في البلاغ زادة أن تونس دولة افريقية بامتياز وهذا لنا شرف والأفريقى أخوتنا وكانت تونس قد دعت في السنوات القليل الماضية إلى أن تكون افريقى للأفريقى وتصدت بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الأخوة الأفريقى إلى حد الآن والدولة التونسية لم تقبل ولم تقبل أن يكون الأفرقى ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا في خارجها وأن تونس ستبقى الدولة تنتصر المظلمين وتنتصر لضحايا أي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل أن يوجد أي ضحية لأي شكل من أشكال التمييز لا في تونس ولا في أي مكان في العالم يستهدف الذوات البشرية أجازد في البيان إيمانا بعمق رواب التونس الأفريقية وبهدف تسيير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بها وحماية لمختلف الأجاريات تقرر ما يلي تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلب من البلدان الأفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكنهم من التجديد الدوري لوثائقهم في الأجانب المناسبة وتمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وتسهيل عملية لمغادرة طوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظم وبالتنسيق المسبق مع السفرات والبعثات الدبلوماسية للدول الأفريقية بتونس وما بين القرارات زاد إعفاء الأشقاء الأفريقية من دفع خطايا تأخير المستوجبة على الوفيدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها وذلك في إطار العودة الطوعية دونك بيين رغم الاتصالات اللي قام بيهم وزير الخارجية في أكثر من مناسبة إذن رئيسة الحكومة سيدانة جلبودان قامت بعدة لقاءات وأكدت على عمق الروابط التونسية الأفريقية إلا أنه ما زلت فما تدعيت هذا البيان سيفتحي كيفاش النجم ونقراوه هل يمكن أن يمتص هذا البيان الغضب الأفريقي لبعض الدول الأفريقية وبعض المنظمات الأفريقية بخصوص ما ورد من تصريحات لرئيس الجمهورية قيس سعيد وعليش إلى حد الآن ورغم كل هذه الاتصالات الملف ما زال متواصل والغضب الأفريقي شفنا دول معناها تروح بالرعاية متاحة في تونس ونظمة رحالات إجليه عليش الموضوع كبر إلى هذه الدرجة وكل المحاولات التونسية لامتصاص هذا الغضب باقت بالفشل شكرا طبيعي جدا هذه البيان والإجراءات هذه تصحيحية بالضبط تصحيحية نحن نقبل مثل سبق السيف العدل البيان اللي لاني متاع سيد رئيس الجمهورية ما احترامات نليله لأن الملف اللي اعطوهولوا ذلك معناها خاصة فما أطراف فيمتني يمينية متطرفة كما الحزب القوم يقول عطوه ملف معناها لحقيقة معناها كبروها لحكاية برشا معناها فك شفت وقت عشي حكاية فيه البيان هم مش يقولوا ثمتارم يقولوه معناها يقولوا معناها قضية الاستبدال العظيم معناها تونس مش تولي معناها بلد إفريقي بعد بعد فما فيها نظرة استشرافية بعد وقت معين معناها مش تولي ممكن أكثر حتى من معناها ديمغرافيا ديمغرافيا مش يوليوا الأفارقة معناها هم مش يسميوهم كلمة بربي ولا يسي بيجوراتيف ومش معقول هي معناها أفارقة جنوب الصحراء ألفه جيم وصعد الأجسيون ولا يسميوهم أجسيش معناها 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 أنفريكا سيبساريا حسيلوا يوجدون كل كذيل كل حاجات سيد رئيس الجمهورية ومشكور رو فم مش يقع تحسن نسبة هل من مزيد معناها ويلزم تضافر الجهود والكل ويلزم الأطراف الكل يلزم محاصرة المشكل معناها محاصرته من جميع الجوانب خاصة على مستوى خاصة على مستوى الاتحاد الأفريقي نحن ما استضفنا المرة الأخرى معناها أنستراتيج معروف معناها وديبلوماسي معناها محنك سيد عبد الله العبيد قال قرر مش تكون عنده تدعيات وخيم علش خطر عندك طوى الناس يخدموا في هذومة هالعمال هذومة معناها مرتبتين معناها بنقاباته ومرتبتين في بلدانه مرتبتين بكذا رد الفعل مش يكون ها طولت ولد سلعة تونسية معناها مش مهزوزة ولد هذي في علاقة بالنقابيين بيترد النقابيين وعدم سمح لهم مول بلدان في مستوى بلد انت توا كمش ترد معناها بلد المنشأ ترد ل عنده وسائل رد فعل كل حد عندهم وسائل رد فعل اللي بيش تقلق تونس حتى فهم طلبيات فهم طلبيات معناها معمولة كل شي نحو فهم ديفوياج متع رجال أعمال وعندهم ربما مشاريع متع استثمار ولا علاقات معناها في تونس زد وقفة معناها ببرشة حاجة معناها فهم تدعيات فهم حاجة بركة نحب نضيفها توا سيد الرئيس مشكورك معناها في المبادرة هذية وهل من مزيد كنا معنا هل من مزيد وإن شاء الله تكون عندها نتجة توا يشكر في تونس قبل اللي عملنا وعملنا ومشينا وتحرر وعليش ما وصلناه في النهجة ذات رأي الدبلوميسية التونسية كانت ممتازة جدا كانت ممتازة جدا والتونسي كان محبوب بارتو ومواقف تونس كانت معناها مواقف معناها اليوم فما في بعض الدول الأفريقية وقفات احتجاجية كما في السينيغال البارح الأمن السينيغالي دخل وأوقف 14 شخص من السينيغال نظم وقفة احتجاجية قدام سفارة تونس غادي احتجاجا يعني على هذا الخطاب وليساير الكل البلاغ متاع رئيسة الجمهورية البارح سفاته يحكي على مصادر معروفة هي من تقف وراء هذه الاتهامات بالعنصرية المزعومة في تونس وانتي قبيلة قلت وردت معلومات على رئيس الجمهورية كبروها معناها لحكاة هذه مخليش فمك لق على مستوى في المنتلق في المنتلق معناها ثم تقارير وثم تقارير معناها أمنية استخباراتية ومعناها وجيته فكرة على الموضوع ذلك علش هو معناها مش عمل الكلمة ديكة معناها في إطار مجلس أمن قومي مش هو في مدني المسألة ولات خطيرة جدا في مدني هل تسرع كان الخطاب متسرع سفاته على مستوى هذا الملف ومجلس أمن قومي وخطاب وتغيير التركيبة ديمغرافية تسرعنا في هذا الخطاب والله ما نقولش تسرع معناها إيش نقول معناها الخطاب كان معناها متحمس أكثر من اللزوم وكان معناها تسرع فم قضية موجودة باش يتناولها في إطار عادي جدا هذي كان مشمولاته سيد رئيس الجمهورية ما وشنوه العاقل وكلك هو اللي يتصدى للأمر قبل وقوعه نقولش نستنعوا حتى اللي نتولي معناها وضعية معناها عشان نجموا نحاصروها هو معناها لكن مع الأسف الشديد وهذيته والملاحظين قالوها الملاحظين والمحلين السياسيين والخبراء وحتى دبلوماسيين قالوا رأوا الخطاب فيه حتى بعض العبارات اللي تمس من كرامة المهاجرين وبعد ولات ردود فاعلة اللي ما عندهمش وثائق معناها ولاوا يطاردوا فيهم وحتى الأمن بيدوا ولا يطارد فيهم وفهم اللي يحبوا يرجعوهم ثم طلبة طلبة تلمون خايفين من الوضع قال لك معاش يقرأ وفهم تشكيات من المديرين متاع مدارس تكوين مدارس عليا متاع تكوين ومدارس معناها وكليات وكل شيء قال لك صايا ولتلي كلاس فارغة معناها معاش يجيوا وقتلي هو مش بيه طو يجيبولوك في عملة صعبة ويقرأوا هنيا وامورهم بريق لبوا يفاتهم وفهم اللي ولواوا إطارات قالك فيهم البعض اللي يشدوا من مناصب عليا في بلدانهم بعد ومرحبا بيهم كما نحنا أولادنا شبه ويقرأوا هو مشكلة شنو معناها نتصور معناها باه ياسر كونه معناها تناولوه الموضوع وحطوه معناها في الدرس تحت المجهر كما نقولوها لكن البيان بتاع السيد رئيسة الجمهورية كان معناها بدرجة من الحدة اللي أسال اللول في إطار المجلس الأمن القومي بالطبع وين بش توفى لحكي وين بش موصلوا صفاتح اليوم رغم المحاولات العديدة الاتصالات ما زالت فما تداعيات واضطر هذا رئيسة إنها تهبت بيان في ثلاثة صفحات ويدا للتأكيد معناها على الإجراءات اللي أقرتهم والتأكيد على محتوى هذا البيان وكل وين بش توفى بنا لحكي أي تداعيات لهذا الملف فما حاجة ساعة نقولها قبل رأى وعادي جدا الانسان نيول نيبار في فما الوضع بيدو فما ناس معاك وفما ناس ضدك مش تستثمر بينسير ما لم ليش فما معارضة وفما أطراف تحط على مستوى الدول فما دول ما يكون دول ضدك أحبابت أم كاريت فهمتني وذيك هي طبيعة العلاقات الدولية وطبيعة التحالفات وكل شيء ما نقولوشي هاي مؤامرة هو فما ناس ضدنا يلزم تقرأ لحساب هذيك المحنك هو يقرأ لحساب هذي من ناحية من ناحية أخرى يلزم محاصرة هالموضوع ذي أشيائك واللي مش واللي معقد وربما تكون عنده تدعيات أكثر مثلا الوقفات الاحتجاجية قدام السفارات نجم سفارات أخرى في بلدان أخرى أفريقية واللي حست من الموضوع تنسج على نفس المنوات تولي سفاراتنا معناها في الدول الأفريقية معناها تولي معناها مواطن بتاع وكافيات احتجاجية وتعرضي لبعض وعننا الناس يخدموا غادي عننا الناس معناها إطارات وكفاءات ونقب في مشاركات منتصبة غادي وتخدم يعني عنده تدعيات كبيرة هذا يلزم توا لكتلي أنت تتجند الناس كل الأطراف كل من موقعه الديمولماسية بدرجة أولى رئيس الجمهورية هاوخذها قرارات إن شاء الله تكون عندها ولو تأثير معناها نسبي باش يتراجع الوضع أما خلية أزمة يلزم على مستوى وزارة الخارجية ويلزم تتجند الأطراف لكل صفرات وكنسوليات وحتى فما ناس فما ناس وجهها قوم غادي متواجدين في إفريقيا إن أولي عندهم شركات منتصمين ينجموا يمتصموا بالحسنة به آخر تعليق في كليمتين سيفتحي على هذا الموضوع خطر معاتش عنها برشا وقت وقت يقول إنه فما مصادر معروفة هي اللي تقفر هذه الحملة لنعد تونس بالعنصرية هل فعلا هناك أطراف أم إنه خطاب رئيسة الجمهورية هو الذي تسبب في هذه الأزم الثنين لدوزة لفوا أولا فما أطراف اللي هولت الموضوع هولت الموضوع برشا وكوصل ملف قتلك عبر معناها تقارير أمنية ولا للسيد رئيسة الجمهورية ارتقى فيه مع الناس معناها اللي المحيطين بي والخبارات اللي معاه والمستشارين رأوا كونه من الواجب كونه يتناول الموضوع معناها بسرعة وفي إطار مرس الأمن القومي لأن قضية معناها ترتقي إلى معناها الأمن قومي حسي لكن مع الأسف الشديد هني قلت لك معناها معناها مع الأسف الشديد فيه كلمات معناها وفيه نوعا ما حتى قالوا متهديد معناها للإخوان الأفريق للأفريق واضح وشوفنا برشا تقارير زادت تحكي على شهادات هما يعني قموا بها أثناء ترحيلهم وفيديوهات وفيديوهات وفي شبك تواصل اجتماعي وحكيهوا وعلى أنه خايفين وعلى أنه تعرضوا لبعض الممارسات وكل على كل إن شاء الله تتحل هذه الأزمة في أقرب وقت نجلة موضوعنا الثاني هو زد على خطاب رئيس الجمهورية أما فيما يتعلق بأزمة التعليم صحيح في تدوين لي قال كاتب عامل جميع العامل التعليم الثانوي لسعد اليعقوب بمساء الجمعة 3 مارس 2023 أنه خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن التحركات الاحتجاجية للنقابات التعليمية ومن ضمنها حجب الأعداد تهديد واتهامات لن تقبلها نقابة الثانوي وأضاف اليعقوب بخطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد تهديد واتهامات لن نقبلها حقوق المدرسين والمدرسات لا تنازل عنها وحلها طاولة المفاوضات الجدية لا الاتهامات والتهديدات وفي تدوين أخرى أكد ليعقوب أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي بقرار حجب الأعداد قائلا قرار حجب الأعداد متواصل حتى التواصل إلى اتفاق ونقطة إلى السطر أيضا الجامعة العامة للتعليم الأساسي كيف كيف زادة كانت استنكرت خطاب رئيس الجمهورية وقالت بأنه متمسكة بقرار حجب الأعداد خطاب رئيس الجمهورية هل يدخلنا في سراع جديد بين نقابة التربية والرئيس وبقدر ما كنا نحبه نوصل إلى حل هذا الأشكال إلا أنه الخطاب أغضب نقابة التربية زفته فعلا هو أنا حب ذا حسب اعتقادي حسب اعتقادي معنى مش كل حاجة بالضرورة رو يحكي فيها معناها سيد رئيس الجمهورية معنى طوى وزير تربية جديد وهو من الميدان معنى وعنده علاقات شخصية تربطه معناها قيلة مع النقابيين وكل معناها الجامعتين معناها دوما جامعة التعليم الثانية هسيل وربا هو كان نقابي قبل معناها كان نقابي كان من عام مساعد معناها في الاتحاد عم توصل شغل وولد الميدان وولد التربية والتعليم هسيل خلي ساعة ونشوفه هو وين مش يوصل معناها وفهم رئيسة حكومة هي المكلفة توا بالملف متاع النقابيات والملف متاع التفاوض والملف متاع العلاقات مع المنظمة الشغيلة عند رئيسة حكومة معناها الملف الاقتصادي والاجتماعي عندها علش معناها هو حرة ورئيس الجمهورية منتخبه عنده صلاحيات وهذا حتى حج مشاكك فيه فيمتني أما علش يتدخل هوتو كيف تتدخل معناها هولدت معناها ولا تأويل خاطئ معناها هاي الناس معناها حست بيه هاي الناس هولدت عنده تداعيات معناها أما أما في القصر علش كل ما يتكلم رئيس الجمهورية تتخلق أزمة سيفاتح في ملف الأثري النبرى 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 واللهجة متاع الخطاب معناها تلقى فيها معناها لهجة معناها فيها نوعا ما من القوة باعتبار اللي هو معناها أعلى هرم السلطة ورئيس الجمهورية وعنده صلاحيات وتوالم معناها سلطات الكل وحاجة أخرى فما حاجة فما جانب صحيح معناها صحيح رأي الأولياء والمنظمات اللي تعنى معناها بالأولياء التلاميذ والمنظمات شبيبة المدرسية وهلوم مجر رأم مستئين معناها عليش أنت تشد التلميذ رهينة نحنو كنجيوا للواقع على الأمر عليش تشدوا رهينة وتقول واحد والعائلات تلقاها تصرف على ولدها ودروس معناها خصوصية وبعد معناها هو باش يجنى كالنتيجة دي كانت ما تعطيوش الدولتاء هو رغم رئيس الجمهورية كان أثنى على دور المدرسين والمربين بشكل عام وحيا المربين لكل لأنه الخطابة دي وقت اللي حكي على أزمة حجب الأعداد أثار غضب النقابات التربوية هل أسيئة فهم رئيس الجمهورية من قبل النقابات أم أنه فعلا الخطاب معناها زاد وطر الأمور وفيه من التشنج حسب اعتقادي مفهوم رئيس الجمهورية معناها عنده حساسية على الاتحاد عم تونسي لشغل وهذا ظهر من عديد المواقع ودير من الرمون قالوا انت بش تعمل لي مو بادر مو بادر ما لونيش عملنا انتخابات احنا عملنا انتخابات وبش تجيها اياك المنتخبة معنا مؤسسات دستورية منتخبة هي اللي يهمها شأن البلاد عليش رئيس الجمهورية سيفتحي ما تدخلش من أجل تطبيق الاتفاقية الحكومة هي في نهاية الامر تنفذ سياسية رئيس الجمهوري وكأن الأجدر مثلا انه تكون حاضرة زادة رئيس الحكومة وزير المالية وزير التربية لحل حالة الاشكال ونظر في مطالب النقبة والأساذة هذا اللي حبيناها هذا اللي حبيناها ولو جزئيا موخض وطالب معناها كما قولوها وإذا رتا أنتو تطاع فاطلب المستطاع هي المشكلة معناها طرحت من لول وقت اللي تسكر أنت باب التفاوض معناها تسكرت باك المناشير اللي هبطت عشرين منشور عدد عشرين حسين معناها وقت اللي تسكر باب التفاوض دي جاء ذاكا مشكل أحنو كما تسكرش باب التفاوض وتربح الوقت خليه يتفاوض وهنا رئيس الحكومة مكلفة والوزراء المعنيين بالأمر كلهم فيما يخصه وتاقع مداولات وحاجة أخرى لا يجوع الضئب لماذا تكن رائعي نعرف اللي ثم انفلاسيو وثم كذلك والموظف وثم اتفاقيات وكل شيء لكن يلقاه حل وسط بالحوار نجمو يلقاه وسط وحتى تدريجي تدريجيا معناها ونخرج من الأزمة تاوه واخذر معناها مدام تسكر البيت كومبليت مون الفانة تسكرها رأي مشاكب سقط متواصلة نجل دي جاس يام رئيس الجمهورية في لقاءه وزير التربية محمد البغديري عبر عن رفض التحركات الاحتجاجية للنقابات التعليمية ومن ضمنها حجب الاعداد واشار الى انه ذلك تواصل اكثر من اللزوم لمدة اكثر من عشر سنوات واعتبر انه الوضع هذية غير طبيعي بسبب المطالب النقابية الموجهة لوزارة التربية وادعى الى الحوار للتواصل الى حلول ترضي جميع الاطراف وقال نعم للحوار نعم للتواصل الى حلول ترضي جميع الاطراف واضح ان شاء الله يمشيوا في الحوار لحل الازمة هذه واذاك الحل الوحيد والمخرج الوحيد بالضبط واذا يأخذوا الاعداد متاحهم وتمشي الامور كما كانت استاذ اسهام ما وشو نعرف انسان يبشي تفاوض يلزم يأخذ بهاي الاعتبار الوضع متاع البلاد ازمة اقتصادية وكذا ومدينة دينا للفمية والفمية عندها شروط معناها مشقفة وصعبة واحد يلزم تنزول من الجميع وفا دو كمبروميس واضح اخر موضوع نرجع لزلزال المدمر لضرب تركيا وسوريا 6 فبري 2023 نلقى بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج نبيل عمار يوم 4 مارس 2023 مكالمة هاتفية مع نظيره السوري فيس المقداد ونقل له فيها تحية وتقديل رئيس الجمهورية السورية بشار الأسد إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وفق بلاغ اعلامي صادر عن وزارة الخارجية وأثنى مقداد على وقوف تونس مع سوريا خلال الزلزال الأخير الذي ضرب شمال هذه الدولة الشقيقة وتم التأكيد على ضرورة عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى طبيعتها ويكون فما تمثيلية دبلوماسية كاملة هذا اتصال أول بين وزارة الخارجية السوري والتونسي إلى ماذا يمهد صفتي هل بجتم فما زيارات ربما في الفترة القادمة مسؤولين سوريين يزوروا تونس ولا مسؤولين تونس يزوروا سوريا في اتجاه يعني عودة العلاقات بشكل طبيعي وكامل بالفعل معناها الهدف الذي يكمن خلف هذه المكالمات وهذه الاتصالات هو إرجاع معناها العلاقات إلى مجرها الطبيعي وهذاك الطبيعي وهذاك الشي يجب يكون بصرحات الدولة عربية شقيقة فمتني وهذا معناها حسب اعتقادي من الأجدر ومن الأنفع ومن المنطقي جدا أن ترجع علاقاتي إلى مجرها الطبيعي بين تونس سوري شكرا لك سيفة حيز جيرا تحييز من اثنى نجلة خليفة هنا بعد الأخبار نرجع على أبرز التصريحات التي تابعنا في مختلف التظاهرات التي انتظمت في نهاية الأسبوع الماضي بعد شوية نشرة أخبار منتصف النهار سنونا نوصل معكم غيكاب ميدي حتى الماضي ساعة ونص ترجمة نانسي قنقر